وسط ترحيب أممي ملفت صوت مجلسون الدولي بالإجماع على قرار يؤكد أن لجنة الأمم المنحدة الخاصة بالتعويضات العراقية لدولة الكويت قد أنهت عملها وانحلت بعد أن أوفت بغداد بجميع التزاماتها المالية المتعلقة بغزو الكويت ويؤكد القرار الدولي هذا أن العراق لم يعود مطالبا بتقديم مساهمات إلى الصندوق التابع للجنة الحكومة العراقية أوفت بالتزاماتها الدولية لتعويض الخسائر الناجمة عن غزو الكويت ومع نهاية مهمة اللجنة نود أن نقدم الشكر للعراق على التزامه بقرارات الأمم المتحدة حتى في أصعب الظروف الأمنية والاقتصادية قرار الذي اعتمده هذا المجلس للتوب الإجماع والذي يعيد تأكيد على أن العراق قد انتهى بالكامل من التزاماته الدولية من أجل دفع كل التعويضات التي منحتها اللجنة وبناء على هذا القرار فأن العراق أزال أحد أكبر العوائق التي كانت تحول دون رفعه بشكل نهائي من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويفتح القرار الباب واسعا لعودة العراق إلى الحاضنة الدولية والعربية لممارسة دوره المهم في تعزيز السلام والاستقرار في النطقة والعالم الآن تخلصنا من التبعات أيضا تبعات المفروضة ضمن الفصل السابع على العراق المفاوضات بشأن مشروع القرار كانت سلسة بحسب مسؤولين عراقيين ما يعكس توافق الأراء بين أعضاء المجلس على نص القانون وأصر الجنب العراقي على تضمين القرار الإشارة إلى منع أي دعوة تعويض جديدة ضده والتأكد من أن النص يعكس بوضوح أن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قد أكملت عملها وهو ما لم يكن مدرجا في المسودة الأولى للقرار وطلب العراق من الأمانة العامة للأمم المتحدة تسهيل وصوله إلى سجلات الدعاوى الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات كخوف أن البعض يأتون بعد السنوات ويطالبون العراق بتعويضات سواء هذا البعض ينتمون إلى الشركات أو كأفراد فلهذا طلبنا سد هذا الباب وطم سد الباب وهذا مهم بهذا القرار الأممي أنهى العراق فصلا مهما من فصول الحرب العبثية التي أدخله فيها النظام السابق وبإيفائه بجميع الالتزامات المتعلقة بغزو الكويت بموجب أحكام الفص السابع من مثاق الأمم المتحدة استعاد العراق سيادته الكاملة على عائداته النفطية التي كانت خضعة لوصاية دولية زين إبراهيم للعراقية الإخبارية من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك اشتركوا في القناة